حقيقة وزارة الداخلية تقوم بسلسلة من الإجابات جزء من يمها تمكنت خلال الفترة السابقة برقاء القمض على منفذي هذه التصرفات وهذه الأفعال التخليفية التي تنم حقيقة على أن هناك فصيل أو مجموعة من الفصائل تحاول أن تعرقل سير عمل الحكومة الحالية الإنجازات التي تحاول تقدمها لأعتبار أن هذه الحكومة هي حكمة خدمة وطنية وبالتالي تحاول أن تكلل هذا الشعار الشعار الخدمة الوطنية من خلال الإنجازات التي تقدمها تحاول هذه الفصائل تارة وأخرى أن تعرقل هذه الإنجازات تعرقل هذا العمل من خلال القيامة مثل هذه التصرفات السابقة كانت تقوم هذه الفصائل هذه التكتلات بعمليات القصف والهجمات العسكرية التي تقوم بها على السفارات والبعثات الدبلوماسية بالإضافة للقواعد العسكرية الأجنبية التي موجودة على الأراضي العراقية اتقل هذا العمل نتيجة التفاوضات نتيجة التهديد الأمريكي الصريح وكذلك الضمانات التي قدمها تلاف إدارة الدولة وقدمتها القوى المنظومية داخل إطار التنسيقين بالتوصل إلى مسار حل أو محاولة الاتفاق مع هذه الفصائل بتهديئة الوضع في هذه الفترة للوصول إلى مرحلة من التفاوضات في الأيام المقبلة واستطاعت هذه الأحزاب هذه القوى بعض الزعامات التي تمتلك مقبولية داخلية وخارجية تحاول أن تنظم الأوضاع الداخلية السياسية بين هؤلاء الفصائل والحكومة استطاعت في تلك الفترة الماضية أن تحجم دور هذه الفصائل هذه التكتلات تحد من الأفعال التخريبية التي تقوم بها لكن انتقل عمل هذه الفصائل من العجمات الأسكرية التي قد تقوم بها على السفارات والبعثات الدبلوماسية والقوات الأسكرية الموجودة في الأراضي العراقية إلى أعمال تخريبية إذ أردنا أن نأخذ بأن هؤلاء الفصائل هذه التجمعات لديها شرعية وحاق في مواجهة الجانب الأمريكي الشركات الأجنبية الأعتبار أنها الرائع الرسمي أو الحاضن الأكبر أو الدعم الأبرز هي الكيان الصيوني أعتقد أن هناك جملة من الوسائل تستطيع أن تقوم بها هذه الفصائل هذه التجمعات هذه الحركات جزء منها هي توعية الشارع بضرورة مقاطعة هذه المنتجات وهذه الشركات الأجنبية الشركات الأمريكية التي موجودة في الأراضي العراقي أما الذهاب إلى أعمال تخريبية أعتقد أن هذا أمور طيب إذا أردنا تفسير ما قامت